اشتركوا في القناة فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم هؤلاء هم الذين يقولون إننا نواب صاحب الزمان لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لن طبق عليهم ما جاء في زيارة آل ياسين ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين هذه الزيارة التي وردت من الناحية المقدسة هكذا نقرأ في دعائها اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمال ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وبصري نور الضياء ولساني نور الصدق هؤلاء الذين يفترض بهم أن يكونوا نوابا لصاحب الزمان ولو كان هؤلاء كذلك هل يصدرون البيانات بهذه الطريقة بالطريقة السيستانية وهل يصدرون الفتاوى بالطريقة الصرخية هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين فنظر بأعينهم فنظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم حينما يقرؤون النصوص يقرؤون النصوص عبر الطاقة الشيطانية فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم ومن هنا يستنبطون الفتاوى وينطقون بها ينظرون في النصوص بعيون بطاقة شيطانية ويستخرجون النتائج وينطقون بها بألسنة بطاقة شيطانية هؤلاء نواب الشيطان وما هم بنواب صاحب الزمان الدليل بين أيديكم الدليل فتاوى الصرخ في تهديم قبور الأئمة الدليل بيان السيستاني بهذه الحالة المزرية التي كشفت عن جانب من عوراتها وليس عن كل عوراتها نواب صاحب الأمر يفترض بهم أن ينطبق عليهم هذا الدعاء الذي هو جزء من زيارة آل ياسين التي وردتنا من إمام زماننا هؤلاء هم نواب صاحب الزمان اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودة نور الموالات لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك هؤلاء نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم مثل ما خاطبهم صاحب الزمان في الرسالة إلى المفيد مذ جنح كثير منكم متى جنحوا؟ بعد أن زلوا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم الكلام هو هو فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه شركهم الشيطان في سلطانهم في مرجعيتهم مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فركب بهم الزلل الشيطان هكذا ركب بهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه في مرجعيته ونطق بالباطل على لسانه هذا هو واقع النجاف وهذا هو الواقع الشيعي منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجاف سنة أربعمية وثمانية وأربعين صار واضحا عندنا من الأمثلة ما يرتبط بالعبث الصرخي وبالبيان السيستاني الذي يضحك به على ذقون الشيعة بقي المثال الثالث النجاسة الخطابية القذرة أتمنى أن تتابعوا حلقة يوم غد بدقة خصوصا 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 الذين عوائلهم على علاقة بعوائل الخطابيين هناك برنامج للإفساد الجنسي تقوم به هذه المجموعة وتشتركوا في هذا البرنامج بعض النساء من العوائل غير الخطابية سأحدثكم عن كل ذلك في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا نلتقي غدا على محبة قائم آل محمد في أمان الله